السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في تحضير النص القرائي وداعا أيها الكروان وهو نص موجود بالصفحات 154, 155, 156 و 157 بمرجع المفيد في اللغة العربية للسنة الأولى إعدادي إذن بداية سنتعرف على صاحب النص إذن صاحب النص هو الكاتب والمفكر والمؤرخ المصري حسين مؤنس المزداد سنة 1911 بمدينة السويس نشأ في أسرة كريمة وتعهده أبوه بالتربية والتعليم فشبى محبا للعلم مفطورا على التفوق والصدارة بعد الشهادة الثانوية تخصص في التاريخ بكلية الآداب شغل عدة مراصب منها أستاذ تاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة القاهرة مدير عام بوزارة التعليم مدير معهد الدراسات الإسلامية في مدريد رئيس تحرير مجلة الهلال وروايات الهلال وكتاب الهلال ظل وافر النشاط متوقد الذهني على الرغم من كبر سنه وضعف قدرته على الحركة وملازمته للمنزل حتى لقي الله في 17 مارس سنة 1996 له مجموعة من المؤلفات من بينها فجر الأندلس تاريخ المغرب وحضارته من قبل الفتح العربي إلى بداية الاحتلال الفرنسي في مجلدين كبيرين معالم تاريخ المغرب والأندلس تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس رحلة الأندلس حديث الفردوس الموعود إلى غير ذلك مصدر النص إذن هذا النص نص وداعا أيها الكاروان فهو مقتطف من العدد الثالث والستين من مجلة الفيصل نوعية النص إذن هو نص سردي يندرج ضمن المجال السكاني نمر لملاحظة النص تحليل العنوان إذن العنوان وداعا أيها الكاروان إذن تركيبيا فالعنوان عبارة عن جملة فعلية حذف فعلها تقديره أودعك وداعا أيها الكاروان أما دلاليا فيدل العنوان على أن الكاروان سيرحل بلا عودة لكننا نجهل سبب هذا الرحيل والكاروان هو طائر من فصيلة الدجاجيات من رتبة طويلات الصاق أغبر اللون له منقار مقوس نحو الأسفل جميل الصوت مهاجر يعيش قرب الأنهر والشواطئ كما يظهر في الصورة الموجودة بالكتاب ثانيا تعليق على الصورة إذن هناك صورتان فوتوغرافيتان تظهر في الأولى أغصان شجرة قليلة الأوراق وعلى أغصانها طائر الكاروان وتظهر في الثانية شارع مدينة مليء بالسيارات وبجانبه عمارات إسمنتية ولا وجود لأي نبتة أو شجرة بجانباته كما أنه لا يوجد أثر للكاروان والصورتان متناقضتان تدل على صراع بين مجال أخضر بدأ يتآكل ومجال إسمنت مزدهر ومتسع ثالثا العلاقة بين العنوان والصورة إذن العلاقة بين العنوان والصورة هي علاقة تكامل فالصورتان تكشفان سبب رحيل الكاروان وهو اختفاء الأشجار من شوارع المدن التي غطاها الإسمنت فرضيات النص إذن من خلال تحليل العتبات نفترض أن النص سيبرز سبب رحيل الكاروان الفرضية الثانية سيقارن بين القرية والمدينة والفرضية الثالثة سيبين كيف تتطور المدن على حساب المجال الأخضر نمر لفهم النص لدينا الشروح اللغوية إذن لدينا كلمة مقمرة إذن ليلة مقمرة فيقصد بها ليلة مضاءة بضوء القمار صاخبة إذن صاخبة هي أصوات جد مرتفعة ومزعجة فيها ضوضاء وإزعاج ثم روعني أي أفزعني أخيرا عزائي أي ما يخفف عني نمر للحدث الرئيس في النص إذن الحدث الرئيس في النص هو حزن الكاتبي على رحيل الكاروان بسبب اختفاء الأشجار التي كان يتخذها أعشاشا له الأفكار الجزئية إذن الفقرات والمضامين إذن الفقرة الأولى فهي من بداية النص إلى رائعة ومضمونها استمتاع السارد بشدو الكاروان وبمنظر البيوت الريفية المحيطة بمنزله الفقرة الثانية من وفجأة إلى الجديدة ومضمونها اختفاء الكاروان بعد اختفاء الأشجار التي يعشش بها الفقرة الثالثة من ولقد حلت إلى أنفاسنا ومضمونها صدمة السارد من اختفاء الأشجار والنهر والبيوت الريفية وتعويضها بعمارات من الإسمنت المسلح التي كتمت أنفاسه الفقرة الرابعة والأخيرة من إن أزائي إلى آخر النص ومضمونها محاولة السارد التخفيف عن نفسه بزرع بعض أشجار الورد في حديقة منزله بعدما فقد الأمل في عودة الكاروان إذن هذه هي مضامين النص نمر لتحليل النص إذن لدينا الحقول الدلالية إذن هناك حق الدل على قبل رحيل الكاروان وآخر بعد رحيله إذن ما يدل على قبل رحيل الكاروان هناك الليالي المقمرة بيوت جميلة ذات حدائق قصور ريفية رائعة شدو الكاروان أشجار زهور الصيف حديقة أنيقة ضفة النهر إلى غير ذلك ثم معجم ما بعد رحيل الكاروان هناك العمارات الضخمة موسيقى صاخبة هوائيات التلفاز عمارات الإسمنت هيكل إسمنت مسلح اختفى النهر تحجب عن النور إلى غير ذلك أيضا التعليق على هذا الجدول نلاحظ أن تواجد الكاروان مرتبط بعناصر الطبيعة والمجال الأخضر واختفاؤه مرتبط بمظاهر التمد مما يدل على أن زحف المدني يدمر الطبيعة ويقضي على الكائنات الحية زمكانية النص إذن الزمان والمكان في النص إذن الزمان لدينا قبل خمس عشرة سنة الليل فجأة إلى غير ذلك المكان ما يدل عليه في النص لدينا الحي لدينا بيتي شرفتي الركن الأخضر إلى غير ذلك تعلق كذلك على جدول الزمان والمكان إذن نلاحظ أن الزمان والمكان عامين مما يدل على أن القضية المعالجة في النص ليست مرتبطة بزمان ومكان معين وإنما مرتبطة بأحداث قد تقع في أي مكان البنية السردية إذن الذين وضعيت البداية استمتاع السارد بشدوى الكروان والمناظر الطبيعية عمليات التحول عمليات التحول الحدث المحرك هو زحف المدن على حساب المجال الأخضر العقدة اختفاء الكروان والأشجار والنهر الحل غرس بعض أشجار الورد في حديقة المنزل ثم النهاية اختفاء الكروان إلى الأبد أساليب النص إذن كطبيعة معظم النصوص السردية فالنص يراوح بين توظيف السرد والوصف ومن أمثلة ذلك في النص السرد مثلا لا أنس يوما من أيام الربيع من خمس سنوات عدت من رحلة طويلة في أوروبا إلى غير ذلك ثم ما يدل على الوصف في النص مثلا كان بيتي محاطا ببيوت جميلة ذات حدائق وبقصور ريفية رائعة وكانت تلك القصور جميلة كالحدائق التي تحيط بها إنها قطع فنية معمارية رائعة ثم لدينا قيم النص إذن هناك قيمة بيئية تتجلى في الحفاظ على المجال الأخضر من الاندثار أخيرا تركيب النص إذن منذ أن سكن السرد هذا الحي وهو يستمتع بشدو طائر الكرواني في الليالي المقمرة وبمنظر البيوت الريفية المحيطة بمنزله لكنه تفاجأ ذات يوم باختفاء صوت الكروان ليكتشف بعد ذلك أنها لم تختفي لوحدها وإنما اختفت معها الأشجار والبيوت الطينية بل حتى النهر الذي كان يراقبه من شرفة منزله قد حجبته عنه العمارات الإسمنتية التي حلت محل الأشجار وبدل شدو الكروان صار يسمع أصوات موسيقى صاخبة تنبعث من العمارات وللتخفيف عن نفسه زرع بعض أشجار الورد في حديقة صغيرة ليقضي الوقت في مناجاتها بعد أن فقد الأمل في عودة الكروان ويناقش النص قضية الزحف الإسمنتي وما يخلفه من تدمير للمجال الأخضر الذي يشكل مأوا للكائنات الحية مما يؤدي إلى اختفائها إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص أشكركم على حسني المتابعة ودمتم بخير